بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أهلاً وسهلاً بيك وفقات الإنجليز سهل وبسيط إن شاء الله الفيديو ده نتكلم مع بعض على قاعدتين هي قاعدة أفتر وقاعدة بفور قاعدة أفتر برضو زيها زي قاعدة أس سن آز طيب أفتر يعني بعدة وأس سن آز يعني مجرد أن قال لي في الجملة عندي هيكون في زمنين حدثوا في الماضي في زمن منهم حدث الأول وبعد كده زمن تبع أو جه بعد كده طيب الحدث الأول هيكون في إيه؟ قال لي الحدث اللي هيحدث الأول هيكون في زمن الماضي التام إيه هو زمن الماضي التام؟ بتكون من التصريف الثالث للفعل زائد هاد هاد وتصريف الثالث للفعل مع كل الثواعل آي أو وي أو يو أو زي هي أو شي أو إت زائد هاد زائد التصريف الثالث للفعل طيب إيه هو الماضي البسيط؟ أن الماضي البسيط بتكون من إضافة إي دي لأصل الفعل ولو فعل منتهب إي بحط له دي لو الفعل شاز زي باي يبقى التصفيف الثاني بتاعه ايه بود كاتش هيبقى كوت طيب تعال نشوف مثال كده بعد ما كملت الامتحان شعرت بالراحة النفسية قال لي زمن الماضي التام بعد ما حلت الامتحان يبقى الحدث الاول هنا كان ايه انوحل الامتحان وبعد كده شعر بالراحة يبقى الزمن التاني هيبقى ماضي بسيط الزمن الاول هيكون ايه ماضي تام بتكون من هاد زي التصفيف الثاني في الفعل after I had قد اندي عندي هادة ايه وكمبيليت هتبقى كومبيليتد هتطلعها ايه دي زي اجزام I felt so relieved feel هيبقى التصفيف الثاني في الماضي البسيط ايه felt I felt so relieved شعرت بالراحة النفسية طيب قاعدة before وبايزة time قال لي before يعني قبل وبايزة time بمرور الوقت اللي هيجي وراهم زمنين الزمن الاول هيكون ماضي بسيط والزمن التاني هيكون ماضي تام ودايما الماضي التام هو الحدث الاول اللي حدث في الجملة تعالوا نشوف مثال كده by the time the justice arrived بمرور الوقت الضيوف وصلوا mother had cooked dinner والام كانت خلصت طبعا وطبخت الغداء بتاعها يبقى الحدث الاول كان ايه طبعا الام طبخت لانه عارفة انه فيه الضيوف جايين طيب وبعد كده الضيوف وصلوا قال لي before by the time يجي وراهم الماضي البسيط وبعد كده الزمن التاني هيكون ماضي التام يبقى by the time the justice arrived يبقى arrived اهو ماضي بسيط حطت الفنهاتي arrived تبقى حطت لها دي يبقى arrived mother had cooked dinner cook يبقى had cooked mother had cooked ماضي تام يكون من had وتصريف التالت للفعل يا رب اكون في التوقف في الفيديو ده وما تنسوش تشيركم معايا في القناة الانجليزي سهل وبسيط على اليوتيوب وبالتوفيق النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته